معانا الأستاذة فاطمة أهلاً وسهلاً السلام عليكم يا مولاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله وفهلاً لابد في حاجة ببقى عوزها بسألناك على المباشرة على رأسي على سالة رجل بلا يكرمك والله بتسرح صدورنا كده وبنغتاح للفتاوي الله يرضى عنك الله يرضى عنك حاجة فاطمة فضالي حضرتك أنا معلش طوال حضرتك على عندي سؤالين فضالي السؤال الأولاني حضرتك السؤال الأولاني أن أنا كان يعني أنا كنت عايشين في بيت تمليك يعني وبعدين دعناه وروحنا بكلنا في بيت إيجار فالفلوس بتاعة البيت التمليك تحطت شهادات طيب وإحنا كنا عاملين حزابنا يعني أننا نقش في الإيجار وخلاص طيب لكامل إيجار فدلوقتي حضرتك الشهادات دي بتجيب ريع طيب شهري طيب فدلوقتي يعني يعني المبلغ نصف تقريبا بيروف الإيجار طيب النصف الثاني إحنا بنصف منه طيب جاوبك حاضر آه تاني حاجة يا حضرتك المبلغ بقى اللي هو عشر في المية من الفوايض اللي مفتوض إن أنا طلعه زيكا بقى ما هو مش حاجة يعني طيب فين السؤال بقى السؤال التاني حاجة السؤال التاني حاجة فاطمة خلاص أنا عرفت حضرتك الآن من الريع اللي بيجيلك من من الشهادات ده السؤال الأولاني السؤال التاني بقى لا في حاجة تانية إن النصف إن الفوايض دي العشر في المية مش عارفة طلعها حزيكا لأن المصاريب بتاعة الإزال والحاجات دي خبز فلوس كتير جدا أنا مش حرفة طلع كل شهر العشر في المية هجاوب حضرتك السؤال دولا السؤالين لا حضرتك السؤال التاني بقى أنا بنتي اتجوزت راجل محترم جدا بس هو مش مصري يعني هو توركي طيب هو عادة معاه توركية طيب هو كان متجوز قبلها ومخلف ولد يعني طيب وانفصل طيب وبعدين لما جي تجوزها حزيك هو جي عندنا هنا وكان بيشتغل في القاهرة طيب فقال لنا أنا مش هقدر يعني قال لها ان احنا مش هنخلف بقى الطفل واحد عشان انا مش عايز عيال كتير يعني طيب فبعد اما تجوزيته طبعا انه هي بتحبه جدا وكده وراحتي معاه توركية قال لا انا مش عايز عيال خلط طيب طيب انا غيرت رأي مش عايز عيال طيب هقول لك هقول لك حاجة فاطمة تعمل ايه حاضر بص حاجة فاطمة اول السؤال الاولاني ده انت لازم تطلع العشر في المية من الريع انت الريع اول ما بيجيلك بيطلع مثلا خمس الاف جنيه فيبقى العشر في المية عندك خمسمائة جنيه فتطلع لخمسمائة جنيه في الاول خالص قبل ما نحط الفلوس في الايجار وقبل ما نحط الفلوس في الشيرة عشان دي زكاة والزكاة ديت انت نعم احنا مقدرين ان انت الفلوس دي اللي بتصرفي منها بس كمان احنا مقدرين كمان ان الفلوس دي فيها زكاة اللي هي الشهادات الشهادات المربوطة فيها زكاة فعمطلع عشر الريع لما الريع يجد هنطلع عشرة في المية من الريع السؤال التاني بنتك تفضل لان احنا عندنا مسألة الخلفة لازم تكون باتفاق الزجين زوجتك تفضل تلح وبعد ان دي مراعة مصرية مراعة مصرية اصيلة تفضل تلح تلح على زوجها لغاية ما يرضى فاول ما يرضى يحصل ان شاء الله انجهاب وان شاء الله تفضل تلح لكن محدش هيئزلها خالص ان هي تحمل من وراء زوجها وتقوله ده حصلت غلطة ولا كده كل الكلام ده مش كلام مش مناسب ومش صحيح وما يجوز ان احنا بنحب بنوفتي دايما بان الخلفة تكون باتفاق الزجين عشان ما يحصلش المشاكل اللي بتحصل بعد كده ترجمة نانسي قنقر